مساء الخير وهلا وسهلا فيكم بحلقة جيدة برنامجكم بعد الصافرة مايانا عبيدة نفاء بعد نهاية كأسهم أوروبا بدأت الأندية السعودية بالتحرك لا تعمل صفقات لا تبدأ تحذر للموسم القادم بالصفقات اللازمة وتخلص أمورها مع اللاعبين بكير وأول فريق بدأ بالتحرك وأنشط فريق لحد الآن هو نادي اتحاد جدة طيب ليش اتحاد جدة عمليا مبلش بسرعة وليش الاتحاد مبلش يخلص صفقاته أول بأول بكل بساطة لأن الاتحاد مر بموسم سيء الموسم الماضي فيه ضغوطات كبيرة صارت داخليا وخارجيا من جانب بعض اللاعبين ومن جانب الجماهير اللي متوقع موسم ممتاز الموسم القادم من الاتحاد بعد موسم مخيب الاتحاد بلش بداية بالتعاقد مع حسام عوار اللاعب الجزائري لنادي روما الإيطالي واللي يتقلق لسنوات طويلة مع اليوم تحرك الاتحاد بهذه السرعة لضم عوار بيدل على أنه النادي مضغوط وكلنا بنعرف أن الموسم الماضي الاتحاد مع بنزيمة كان فيه مشاكل بنزيمة نجم الفريق الأول اللي جايبينه لأسباب تسويقية قبل ما تكون أسباب رياضية كان غير سعيد كان مش مرتاح كتير كان فيه يعني سوء بالمستوى داخل أرضية الملعب هذا إذا ما صحة الأخبار اللي تحدثت عن موضوع أنه هو يعني مش طرط على إدارة النادي التعاقد مع بعض اللاعبين لحتى يستمر وتدعيم صفوف الفريق وهذا حق الطبيعي بالمناسبة يعني مش أنه شي غريب أو شي عيب أنه يعمل ولكن يبدو أنه الاتحاد كان تحت ضغوطات كبيرة بنهاية الموسم الماضي وطبعا في بعض اللاعبين رحلوا عن الفريق والفريق بحاجة لتدعيمات طيب تعالوا نقيم صفقة حسام عوار هل هو اللاعب المناسب للاتحاد ولا كان ممكن يروح باتجاه خيارات أخرى حسام عوار كلنا متفقين أنه بعام 2017 و2018 كان يعني مهم جدا لكثير من الأندي بأوروبا وبعام 2020 يعني تقريباً 2017-2020 أرتتا كان ناوي يجيب حسام عوار ليكون هو صانع لعب نادي أرسنل ويكون راس المثلث أمام بارتي وأمام تشاكا بمنتصف الملعب ولكن في ذلك الوقت الصفقة ما تمت وما مشت الأمور ما كان بدوا إياها أرتتا عوار استمر مع ليون قدم مواسم جيدة بين 2017-2019 ولكن من 2020-21 وطالع عوار بدأ يدبد مشكلة حسام عوار بالاستمرارية عدد مباريات كان بتراجع مستمر على مدار السنوات الماضية مساهماته التهديفية قلت بشكل كبير أيضاً بالسنوات الماضية لوصلنا لمرحلة انتقاله من ليون لنادي روما بصفقة انتقال حر بنهاية الموسم المنصن عوار لما انتقل على روما نص الموسم الأول ما كان جيد بالنسبة له خصوصاً تحت قيادة جوزي مورينيو اللي بالبداية عوار كان يقول ان هو عبي حفزه وعبي يعطيه طاقة وعبي يعطيه حافز وما إلى ذلك ولكن مع الوقت صرنا نشوف انه مش عبي ياخد دقائق كثير داخل أرضية الملعب مش عبي يلعب مباريات كثيرة وكان في حديث حتى عن انه مورينيو عاقبوا تكتيكياً وخطوا على الدكة لمدة أربع مباريات متواصلة ما شارك أبداً عوار مع روما في تلك الفترة بعد ذلك راح مورينيو ايجا ديروسي الأمور تحسنت تحت إدارة ديروسي وحتى عوار نفسه امتدح المدرب الإيطالي وقال الأمور اختلفت تحت إدارة هذا المدرب عوار على مدار الموسم الماضي شارك بـ 25 مبارات 15 منا أساسي فقط سجل أربعة أهداف الـ XG تبعه أو الأهداف المتوقعة كان تقريباً 2.3 2.3 وهو رقم مش منيح مش كثير جيد بالنسبة له كلاعب صانع لعب أو حتى كجناح أو حتى كلاعب ممكن أن يساهم بشكل كبير بأمور صناعة الأهداف وهو لم يصنع أي هدف على مدار الموسم الماضي حسام عوار ما حدا بيختلف أبداً على إمكانياته فردياً كلاعب كمهارات مستحيل حدا يختلف على قدرة هذا اللاعب وقوته ولكن مشكلته كانت بالاستمرارية عمدار السنوات الماضية هل سيقدم أداء جيد مع الاتحاد ولا لا هذا رح نشوفه الموسم المقبل ولكن الأكيد أن الاتحاد محتاج لاعب دوس ملعب محتاج صانع لعب قد يكون أيضاً فكرة أن حسام عوار جزائري ممكن يكون بنزيمة أيضاً وهذا تحليل مش خبر ولكن ممكن يكون بنزيمة أيضاً زكى اللاعب عند إدارة الاتحاد وهذا الشيء ممكن يخلق انسجام بين عوار وبنزيمة ونشوف مستويات جيدة جداً ونشوف اللاعب عبين فجر وعبيرجعنا مستوياته مع ليون بأول السنوات عوار بحاجة لتوظيف من الليلانبلو وبحاجة لإدارة عقلية وإدارة مسيرة من جانب المدرب الفرنسي طبعاً الاتحاد دفع به عوار حوالي 12 مليون يورو وفقاً لفابريزي رومانو أما الصفقة الأخرى اللي صارت على أبواب الاتحاد أيضاً بعد ما تمت بشكل رسمي ولكن قربت بشكل كبير حسب فابريزي رومانو وهي صفقة موسى ديابي هاي الصفقة رح سميها قنبلة الموسم بكل المقاييس موسى ديابي واحد من أفضل الأجنحة بالدول الإنجليزي كان الموسم الماضي لاعب مشارك بحوالي 53 مبارات مع فريقه مساهم بحوالي 14 هدف بين صناعة وتسجيل عامل مستويات خرافيه كان 7.G فيعني أرقام ثلكية كانت بالنسبة لموسى ديابي اللي كان يعتبره اناي امري الموسم الماضي واحد من عمد الفريق الرئيسية موسى ديابي سريع مهاري فعال يعني مكسيمان كنا دائما نحكي انه هو لعيب ومهاري وسريع وما إلى ذلك ولكن عنده مشكلة بالفعالية لا ديابي هو سريع وفنان ومهاري وفعال فهي القصص كلها بتكون مفيدة جدا للاتحاد الاتحاد أيضا اللي بيحاجة جناح بيحاجة ماس لجناح بقيمة موسى ديابي الصفقة رح تكلف الاتحاد كثير ولكن حسب وجهة نظري صفقة ممتازة جدا رح تدر للفريق فوائد كبيرة رياضيا على مدار الموسم المقبل حتى وإن كلفته فوق الخمسة وخمسين مليون وحديث فبريزي رومانو كان انه أسطن فيلا مش راضي انه يبيع اللاعب بخمسة وخمسين مليون كعرض أولي من جانب نادي الاتحاد وطالب أكبر من ذلك هاي هذول الصفقتين صفقتين مهمين جدا صفقة حسام عوار انتهت وتمت والآن صفقة ديابي على وشك انه تم بالنسبة للاتحاد الاتحاد عب يشتغل بنشاط كبير واذا استمر بهذه الطريقة وبهذا المنوال رح يتطور تشكيلته ورح يحسن تشكيلته بشكل كثير كبير للموسم المقبل ولو اني شخصيا مش مقتنع وعندي تحفظات كثير على فكرة تعيين أصلا لوران بلا مدرب للفريق عليه علامات استفهام كبيرة ولكن خلينا نشوف كيف رح يدير للفريق الموسم المقبل وبعدها منحكي تدعيم الصفقات تدعيم الفريق بصفقات أمر مهم جدا واساسي جدا بالنسبة لأي فريق بالدولة السعودي ولازم نشوف نشاط أكبر من بقية الأندية بنفس مستوى نشاط الاتحاد حتى الآن هذا كان كل شيء بحلقة لون باضي الصافرة حتى ننتقل السبوع المقول كونوا بعل في خير